التدخل الإيراني في الشأن السوري التدخل الإيراني في الشأن السوري ليس بالأمر الغريب خصوصا على المجتمع الدولي الذي طالب مرارا وتكرارا بخروج إيران من الأراضي السورية وإيجاد صيغة توافقية لحل سياسي شامل في سوريا إلا أن إيران تعيق الجهود الدولية بسبب سياستها الهدامة في الداخل السوري الاحتجاجات الإيرانية العارمة كانت من بينها مطالبات بإيقاف تدفق مليارات الدولارات من إيران إلى نظام بشار الأسد التي ينفقها في قصف شعبه من المدنيين السوريين هذا فيما يخص الدعم المالي إذ تطور الدعم إلى عسكري وتعبوي حتى صار الحرس الثوري يسرح ويمرح في الأراضي السورية ونال فرصة تحقيق أجندة ولاية الفقيه في سوريا يبذل ذراع نظام الإيراني فيلق القدس التابع للحرس الثوري الغالية والنفيس في سبيل الحفاظ على وجودها في الداخل السوري لضمان بقاء الأسد على رأس السلطة واستمرارا لتنفيذ سياسات الهدم وتهجير السكان من مدنهم وقراهم وتغيير التركيبة الديمغرافية وهذه الأسليب ديدن النظام الإيراني في أرضه وخارجها لا يقف الأمر عند ذلك وحسب بل إن النظام الإيراني طامع في الحصول على ثروات الأراضي السورية ومواردها وهذا ما أكده في وقت سابق يحيى صفوي المستشار العسكري للمرشد الإيراني نحن جدون في الدفاع عن سوريا وسلامة أراضيها لكن على النظام السوري تسديد فاتورة التكاليف يوجد في سوريا نفط وغاز ومناجم فوسفات ويمكن لهذه الثروات الطبيعية تسديد الفاتورة التدخل الإيراني في سوريا لم يعد خافيا على المجتمع الدولي وليس بحاجة إلى دليل بل هو اليوم في أمس الحاجة لقرار دولي يلزم إيران بالانسحاب من جميع الأراضي السورية وإيقاف الدعم عن الميليشيات الموالي للنظام والتي باتت تؤسس لحزب يضم آلاف العناصر مشابه لحزب الله اللبناني رؤية إيرانية مستقبلية فيما يتعلق بالملف السوري تحمل أبعادا سياسية واقتصادية وعقائدية الأمر الذي ينذر بمستقبل سوري غير مستغر وغير مطمئن بالنسبة للسوريين والسيادة السورية سوري بمستقبل تحمل أبعادا سوري سوري بمستغر سوري بطالél سوري بمستغر سوري بمستغر سوري بطالل سوري بطال لطفال